طيب أخبار النادي الأهلي وإحنا عارفين أن الفريق الأول لقرة القدم بالنادي بيستعد لمواجهة غاية في الأهمية وهي مباراة المريخ السوداني بإذن الله تعالى في السودان يوم السبت اللي جاي الساعة 3 العصر فمباراة مهمة وقوية ومن خلالها إن شاء الله بإذن الله الأهلي يحسم تأهله بشكل رسمي ومن خلالها كمان تكون فرص النادي الأهلي في الصعود كأول مجموعة تكون فرص كبيرة بعد انتهاء هذه المباراة بإذن الله تعالى الأهلي منتشي بانتصار كان غالي أوي على فريق فيتا كلوب هناك في الكونغو من نتيجة 3-0 برأ أرضك ده حاجة كبيرة أوي وللأسف إحنا عندنا هنا في مصري يعني البعض يقولك إيه أصل لما الأهلي مثلا يكسب أو أي فريق مصري يكسب برأ أرضه وبنتيجة كبيرة يقول لك أسفري اللي كان بيلعوة ده فريق ضعيف مع أن الفريق ده اللي يتعدل مع النادي الأهلي 2-2 في القاهرة آه كنا أحسن بكثير وضيعنا أهداف كتيرة لكن دايما ما بحبش إن إحنا نقلل من انتصاراتنا الغالية والمهمة اللي زي دي لكن في كل الأحوال في كل الأحوال مباراة وانتهت اللي هي مباراة فيتا إحنا مقبلين على مباراة المريخ بإذن الله عندنا عدد من العناصر موجودة في منتخب مصر الأول والبعض كمان موجود في منتخب الأولمبي لكن تدريبات النادي الأهلي أيضا هي تدريبات مهمة جدا خلال هذه الأيام بعد استقنافها بعد أجازة إمباراة كان يوم وحيد وإحنا عارفين أن الفريق كان استقنف تدريباته أصلا يوم الثلاثة اللي فات وإمباراة كان أجازة والنهاردة بيوصلوا ويستقنفوا تدريباتهم الهمة جدا في إطار تصعيد عدد من النشئين في إطار تجهيز عدد من اللعابين المهمين في الفريق الأول علشان يكون الكل على هبة الاستعداد للمواجهات المرتقبة المجبلة سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي بالتالي خليني أتكلم مع حضراتكم بخصوص أخبار النادي الأهلي وبعد استقناف الأهلي التدريباته النهاردة بالمناسبة المران النهاردة كان في تمام الساعة العاشرة صباحا وإحنا شايفين دي لقطات من تدريبات الأهلي النهاردة النهاردة ده تدريب الصبح بيتقلق عدد من اللعابين جدا في الحقيقة أبرزهم بدر بنون اللي شفنا له جون في المطش الودي اللي تلعب بين الفريق وبعضه كده من يومين ثلاثة وجاب جون باكورد رائع يعني في الحقيقة هو لعب مهم وسوبر في خطة فاعل نادي الأهلي خبتاً كمان خليني أقول لحضراتكم إن ميسترش بيتسو موسيمانيو جهازه المعاون اتطامنه على أيمن أشرف خلال التدريبات النهاردة وكان فيه جلسة مع اللاعب واتطامنه على حالته من خلال الجلسة دي بعد ما كان احنا كلنا عارفين أن أيمن أشرف مصر كلها كان تعرف أن أيمن أشرف مصاب عنده أصابة في الرجبة وأن الأفضل لو ما يستفرش لكن مع ذلك كان قرار الكابتاً عنسان بدري فيه استحاب أيمن أشرف لكن أيمن انتظم نهاردة في المران جماعي ويشارك في كل فكرات المران فبالتالي الحمد لله أيمن بقى جاهز للمباراة المقبلة أمام مريخ وهنا أهمية جاهزية أيمن أشرف ليه؟ لأن أنت عندك في المركز ده هو أيمن أصلاً إحنا متعودين أنه هو بيلعب كمساك جنب بدر بنون مصنعية رائعة في الحياة في قط الدفاع لكن نظراً لغياب علي معلول ونظراً لغياب محمود وحيد فأنت ما عندكش غير أيمن أشرف اللي بيلعب برجل الشمال ينفعي لعب كظاهير أيصر فمن هنا جاي أهمية أن أيمن أشرف لازم يكون جاهز مليون في المية فالنهاردة كانت مقنان على جاهزية اللعب عشان يكون متواجد بإذن الله في رحلة السودان وهو شارك في كل فقرات المران النهاردة وده أكد جاهزيته كمان خليني أقولكم أن الفريق المفروض سيسافر يوم الأربع ففي مسحة بكرة علشان يتم الاتمقنان على اللعبين والجهاز الفني وكل البعثة المسافرة للسودان ويعني يطمنوا عليهم بخصوص فيروس كورونا وإن شاء الله الكل يكون سليم ومفيش أي حاجة بإذن الله وده إجراء طبعا طبيعي ومهم جدا طيب كمان من ضمن الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهل قلت لحضراتكم أن خلاص الفريق حيسافر يوم الأربع بس إمتى بقى حيسافر الساعة الرابعة عصرا وده معادل الصفر وما سافأ من هنا للسودان قليلا يعني أعتقد ساعة على ساعة نص فبالتالي يعني مش هيكون فيه جهاد من الرحلة أو الحاجة وإن شاء الله بإذن الله الفريق يكون موفق فيه رحلة همة جدا زي دي وزي ما احنا كمان كنا سمعنا أخبار مبارح أن فريق مريخ هيخلي يكون فيه عدد من الجماهير في المباراة بنسبة 80% منهم هيكونوا أولترس المريخ موجودين فالمباراة هتبقى صعبة رغم أن ده بيخالف قرارات الكاف اللي قالت أن ما فيش أي مباراة في ركاية تتلاعب بجمهور لكن في العموم هتشوف إلا هيحصل أعين كان فيه جمهور ما فيش جمهور لعبة النادي الأهلي بإذن الله رجالة ويقدروا أن هما زي ما عودون على مدار الفترات اللي فاتت أن هما بإذن الله يرجعوا منتصار غالي للمرة التانية على التوالي خارج الأرض من السودان على فريق محترم زي فريق المريخ طيب كمان في إطار الاستعداد لهذه المباراة كان النهاردة في جلسة ما بين مستر بيتسو مسماني وسيد عبد الحفيز مدير الكرة للتنصيق على كل الجوانب الإدارية اللي بتتعلق بالسفر وكل الترتيبات اللي بتتعلق كمان بالفريق هناك في السودان وده بيبقى أمر طبيعي والأهلي دايما بيبقى عامل حساب كل كبيرة وصغيرة بتتعلق بعي مباراة حي العابة سواء جوة هنا في مصر أو بره في أي دولة فمن ده جانب إداري في الحياة النادي الأهلي بيقوم بيه بشكل جيد وبالتحديد كمان الكابتن ساد عبد الحفيز مدير الكرة صاحب الخبرات العظيمة في موقعه خلينا كمان نتطمن على والتر بواليا وديانج احنا عارفين ان كل واحد فيهم مع منتخب بلاده والتر بواليا موجود مع الكونو في المعسكر بتاعهم في المموريات الخاصة بهم في التصفات الأفريقية والمؤهلة لبطولة الأمور الأفريقية بواليا حينضم إمتى للأهلي حينضمه مباشرة من الكونو للسودان مش هيجي على القاهرة يلحق ببعثة الأهلي بإذن الله في السودان على طول يوم الأربع أو الخميس بالكتير يكون متواجد مع الفرقة ويستعد للمجراء المجبولة أمان ماريخ وولتر لعيب مهم تنقصه اللي هو ثقة وحتيجي أجلاً أم أجلاً وأكيد هيكون إضافة بكل تأكيد للنادي الأهلي خلال فترة اللي جاي ده فيما يتعلق بواليا لكن فيما يتعلق بأليو ديانج المتواجد مع منتخب مالي المتأهل لبطولة الأمور الأفريقية وقاليو ديانج هيكون متواجد مع البعثة هيتحرك معهم من هنا من القاهرة يعني هيرجع الأول من مالي على القاهرة ويسافر مع الفرقة بشكل طبيعي بإذن الله للسودان عشان يستعد مع الفريق بالشكل الأمثل بهذه المباراة الهمة في كل الأحوال الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكون في الموعد والاستعادات كمان تكتمل بشكل أكبر بفور انضمام اللاعبين الدوليين لأنهم بمثلوا طبعاً جزء هام جداً من تشكيلة النادي الأهلي في مختلف المباراة واسقة كبيرة أكيد موجودة تجاز فانيو اللاعبين إن شاء الله في إطار السعي نحو الحفاظ على أغلى بطولها لحمد جمهور النادي الأهلي وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا واللي كانت أخي بطولها هي الأغلى على الإطلاق بعد فوز النادي الأهلي في مهائل القرن